شو بعمل المسيح في السماء؟ هل في عمل محدد إلوه ولا مش معروف؟ هل الكتاب المقدس بحكي بالتفصيل عن عمل المسيح بعد صعوده للسماء؟ أو انتهى دوره بموته وقيامته صعوده للسماء؟ راح أجاوب على كل هاي التساؤلات في فيديو اليوم بس قبل ما نبلش لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل كمان اعملوا لايك لصفحة الفيسبوك والإنستغرام كل الروابط موجودة تحت الفيديو شارك الحلقة مع كل حدا ممكن أن يستفيد منها لايك فادي أنت مبسوط بحياتك؟ ايه أنا اللي مبسوط في حياتي دور المسيح وخدمته أبدا ما انتهت بصعوده للسماء ما زال في دور مهم للمسيح نحو البشرية ومن أجل خلاص البشرية في السماء بعد فداء البشرية بصلبه وبموته وقيامته وبصعوده في دور مهم للمسيح بيعملوا حاليا ليش ما بيكفي انه ميت كرمين لنا إجا ورجع قام من الموت هلا بيكفي احنا ما حكيناش ما بيكفي بيكفي بس فيه له عمل مهم في السماء رح نعرف اليوم بنقرة في الكتاب المقدس في عبرانيين 8 من 1 ل 2 وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان كتاب المقدس بحكينا أنه في إلنا رئيس كهنة جالس في يمين عرش العظمة في السماوات رئيس الكهنة هذا هو يسوع بعد صعوده للسماء وهذا اللي بنقرأه في عبرانيين 4-14 فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اشتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار ولكن شو هي خدمة المسيح في الأقداس والمسكن الحقيقي اللي نصب الرب ومش الإنسان مثل ما قرأنا خدمة المسيح كرئيس الكهنة تتمثل بخدمته التشفعية لكل شخص مؤمن فيه مثل ما بنقرأ في عبرانيين 7-25 فمن ثم يقدروا أن يخلصوا أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم عشان هيك كل مؤمن بيقدر يتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه لكن هو شفيعنا بالسماء؟ شو من يحكي من الصباح قاعدين؟ هلأ فلعا بلاك إنه هلأ فمتة يعني طب من يحلق فمتة ممتاز هاي النقطة كثير مهمة لكل شخص مؤمن من المسيح لأنه الوحيد الوسيط والشفيع بين الله والبشر لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان ويسوع المسيح هذا الإله والوسيط هو الإنسان يسوع المسيح لأنه حتى شخص يكون وسيط بين الله والناس لازم يكون إله بنفس الوقت إنسان وطبعا هاي الآية أبدا ما بتنكر ألوهية المسيح لأنها هي نفسها بتحكي إنه هو إله بدنا المشاهدين ما يفهم والقضية غلط يسوع المسيح هو إله ومنه مجرد إنسان طبعا مية في المية هو إله كامل وإنسان كامل ما كان هيك شخصيكي مرأ مرء الطريق من ألفين سنة نعم صحيح مية في المية هذا عشان هيك بعد ما مات المسيح عن خطايا البشر بكون الحمل المذوح والكفارة سعد للسماء وصار هو رئيس الكهنة اللي بتوسط بين الله والبشر ثاني دور للمسيح هو الدينونة في رومية ثمانية أربعة وثلاثين منقرأ من هو الذي يدينه؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا فيسوع الشفيع هو اللي راح يدين الكل يسوع اللي مات عن خطايا البشر هو اللي راح يدين البشر ولكن لما يكون الديان هو نفسه الشفيع فالمؤمنين فيه راح يكونوا متأكدين انهم راح يعلنوا انهم أبرار عفوا فادي بعرف انك شرحت من قبل هيك من سويني بس شو يعني شفيع شو هي شفاعة المسيح اللي راح حكي لك يا هذي ولا يهم الشفيع هو الشخص اللي بتوسط لشخص عند شخص آخر وبحالة المسيح هو اللي بيتوسط للبشر عند الله ولكن حتى شخص يعتبر شفيع لازم يكون فيه له مؤهلات فما بيزبط اي حدا يكون شفيع بين البشر والله غير المسيح للأسباب التالي اول شي المسيح هو الوحيد اللي بدون خطيه حتى يكون اي شخص قادر انه يشفع او يتوسط للبشر عند الله لازم يكون بدون خطيه لانه ما احدا بيقدر يكون فيه محضر الله وهو خاطي كل انسان عاش على الارض اخطأ وهذا اللي منقرأه في رومي 23 اذا الجميع اخطأوا واعوزهم مشد الله والمسيح بنفسه قال من منكم يبكتني على خطيه وهذا بيفرجينه انه ولا حدا بيقدر يقول انه يسوع المسيح اخطأ فهو الوحيد البار تاني شي المسيح هو الوحيد اللي كفر عن خطيانه الاساس اللي بتقوم عليه شفاعة المسيح للبشر هو موته الاستبدالي عن البشر واللي بيموته وفى كل مطالب عدالة الله الى الابد من جهنم عشانيك في رسالتي حن الأولى 2-1 الكتاب المقدس بيقول يا أولادي اكتبوا اليكم هذا لكي لا تخطئ وان اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطيانه ليس لخطيانه فقط بل لخطايا كل العالم ايضا فهو الكفارة الوحيدة لخطيانه لحظة لحظة ضيعتني كفارة جديدة هالكلمة مع انه حكيتها قبل بسياق الحلقة بس هلأ كفارة طيب خلنا بسط لك يا كفارة يعني حدا مات بدال حدا ثاني فهو كفر عن خطيئة الانسان بموته على الصليب وصلت لفكرة ثانت شي هو الوحيد الحي في كل حين بعد ما خلصنا المسيح من خطيانه صعد لسامة مثل ما حكيت وحتى حدا يقدر يتشفع لكل البشر في كل الأوقات والأزمان لازم يكون حي في كل حين فما بينفع لشخص ميت ان يتشفع للبشر عند الله لأنه ميت بس يسوع إذا هو حي في كل حين ليشفع فيهم ليك فادي كان بدي اسألك هالسوأة من زمان صد انت حافز الكتاب المقدس لن ي 골ح أسعر لكنرا ولكن أن يجري أن gives you an au side من الكتاب المقدس لازم الذين يحفظ الكتاب المقدس ليش؟ почему يجري أن يحفظه لأك 선택 انه حيك في تحافظه لأكي أحفظه لا تتبه الجميع بأني أحافظه لا تتبه له الناس لأخزchief حتى أضع الله حقيق من الناس لا 니ب ليش فادي كيف سحفظ الكتاب المقدس مى أنت ليش فادي ليس فادي ليس فادي لا لأني رميчит أنه كتاب المقدس فادي وبعدين مش مهم تحفظ المهم تفهم في كتير ناس بتحفظ وعن غيب خلص بتسمع كل الكتاب بس هاتوا يفهموا شو أصدق ما بحكي عنك لسبب شفاعة المسيح كل شخص مؤمن فيه بيكون متأكد انه في سلام مع الله ووقتها بنقدر نتواصل مع الله بدون خوف من خطيانه لانه المسيح بنفسه أخذها عننا وعطانا ثقة بدمه انه نكون في محضر الله دايما اذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك واشترك بالقناة عشان توصلك كل الفيديوهات جديدة اللي بنزلها وشارك الفيديو مع كل شخص ممكن يستفيد منه وما تنسى تبعتين رسالة على الواتساب أو المسنجر أو أي مكان لديك تستفسر عن أي سؤال أو أي موضوع سننوني بحلقة جديدة كل أسبوع وبشوفكم المرة الجادة